السلام عليكم اليوم حاب نتحدث على موضوع اختيار المجلة المناسبة لنشر بحثي انا دائما اقول انه اختيار المجلة هو اصعب من عملية تسليم البحث وعملية تقييم البحث لان اذا اختارت المجلة الصحيحة لبحثي لح اوفر على نفسي الجهد الوقت والمال في المستقبل اختيار المجلة الصحيحة هو عن طريق قراءة نطاق المجلة الايم والاسكوف مع المجلة جدا مهمة اثنيا انه اشوف البحوث المنشورة سابقا في الاعداد السابقة هل متوافقة مع بحثي نفس النمط نفس الستايل نفس الكواليتي او الكواليتي مع المجلة عالي جدا بحيث اني ما اقدر احققه الموضوع الثالث انه ابحث في قواعد البيانات اشوف البرفورمانس مع المجلة الاستشهادات لمحصلتها السايتسكور الامباكت فاكتر المجلة ذات التطور او المجلة بطيئة هاي ايضا جدا مهمة موضوع سرعة تقييم البحث انا ذكرتها في فيديوهات سابقة شو نعرف انه المجلة تقيم البحوث بصورة سريعة عن طريق انه بعض المجلات تخلي على البحث اللي ينشار submitted, revised, accepted for publication تواريخ ثلاثة عن طريقها اقدر اعرف ممكن ايضا اسأل زملائي في نفس التخصص اذا احد ناشر في هذه المجلة هل هذه المجلة تاخذ وقت طويل او انه الوقت للتقييم معقول ودائما اركز انه الوقت الطبيعي للتقييم من ثلاثة الى ستة اشهر اي مجلة تقبل بسبوع اسبوع عن هذه مجلة غير رصينة لانه عملية ايجاد المقيمين عملية التقييم عملية عملية تصحيحات ارسالها للباحث استلامها مرة اخرى ستاخذ من ثلاثة الى ستة اشهر فهي جدا مهم انه نركز عليها عند اختيارنا المجلة الصحيحة فدائما نكون متأنين باختيار المجلة الصحيحة ما نستعجل لانه اختيار هذه المجلة هيأثر على باقي مسيرتنا الاكاديمية لا سمح الله اذا نشارنا في مجلة مفترسة او تجارية ممكن انه تأثر على مسيرتك الاكاديمية على ماتك السيرة الذاتية ممكن انه ايضا بالمستقبل اذا قدمت على اماكن عمل او اذا قدمت على research grants وشافه اسمك في هذه المجلات التجارية او المفترسة ممكن انه تأثر على فرص قبولك فدائما نطلب من باحثنا التأني والدقة في اختيار المجلة الصحيحة لنشر ابحاثهم